الرقم صعب جد دراسة بتقول لنا 91% من الأطفال لما يبعد بس مجرد أنه يبتعد عن تليفونه المحمول بيشعر بحالة من حالات القلق النفسي كلام ده شايفوا إزاي؟ طيب خلينا نبدأ من تحت خالص أول ثلاث سنين في حياة البيبي أو الطفل في مسارات عصوبية بتنمو في المخل ما هي وظيفتها؟ ليه علاقة بالآيكيو؟ ليه علاقة بالتركيز للانتباق؟ وتم ملاحظة مهارات الحفظ المعارجة اللغوية أو معارجة البصرية إزاي كده بتاعته طولة المدى وقاصرة المدى المسارات العصوبية دي في وجود المادة بتاعت الميلوتونين المادة الزرق أي إشعاع بيطلع بتأخر في إفراز أو صناعة هذه المسارات العصوبية فبنكتشف في أول سنين في دخول البريكي أو الحضانة هو إيه تتأخر في النطق هو بدأ يجيله تلعصهم عنده تحتها في الكلام ده الشاشة دي بتأثر في المسارات العصوبية الدماغ؟ طبعاً ليه بقى؟ لحد 12 سنة هو هيئة الإشعاع والطاقة النواية في فنلندا وراين ماير طبيب النفسي أكدوا نفسه في سويسرا وفنلندا أكدوا نفسه في دراسة إيه بقى؟ الإيه كل بتاحها؟ إن الشاشة الإشعاع بيأثر 10 أضعاف في الأطفال لحد 12 سنة عن أي شخص طبيعي فأنا لو قلت الإبني قاعد ساعة هو قاعد عشر أضعاف الساعة دي عشان هو بيمتص الإشرة الفصل جبه السفلي بتاع المخ بيمتص عشر أضعاف عن أي شخص طبيعي يعني الساعة بيأثر ساعة من التكلم المفترض ده أعمل من التكلم صح؟ أو الثلاث سنين في حياة البيبي ما يتفرش على أي إشعاع أي إشعاع تماما يصدر منه ليه؟ بدأ يجي له فرط حركة هايبر اكتف مشتت نقص تركيز فبدأ هيجي له صعبات تعلم سليسكيا صعبات الحساب تهتهى في النطقة طبعاً ده إحنا كل ده بنتكلم عن إيه؟ عن ميديكال بقى شخص يعني مش قادر يبقى سوي أو طفل طبيعي مع أقرانه فممكن يتعرض لحاجات كتيرة جداً زي التنمر وغيره من حاجات ده لو يتكره عن البرين من تالتي بقى هو شخص لو كبر على هذا النهج فهو شخص بيجي له تشديد لأي مدى خارج التلفزيون بيأثر عن التلفونات التلفونات دي هو بينسى على طول مع الضغط بريشر بقى لما يجي له إيه ده؟ فعنده مشكلة سوق تحصيل دراسي طيب لو دخنا بقى في الدراسة بالتحديد هو مش قادرين يبعيده عن موبايل أو ممكن يكون أكتب من كده كمان ليه؟ الإدمان السلوكي بس الشكل الدراسة كمان اختلف ما بقاش الشكل التقليدي له الكتب ما هو بيعرض يعني إلى أجهزة زي التابلت مثلاً زي الآيباد زي أي وسيلة من الوسائل بيعود فترات طويلة على الكمبيوتر ما أصبحت دي هي سمة العصر في التعلم مضبوط بس احنا برضو بنسيف فترات طويلة يعني أفهم جداً ممكن مفروض المدرسة بتابعت على الجروب بتاعنا واحنا من التواصل تمام جداً بس احنا برضو بنسمح لفترات طويلة مش بنعرف مثلاً أن نحط يعني الموبايل ده في الدراسة أنا مفروض أكون شريكة الإبني بس أنا بسيب له فترات طويلة وأنا بكون مدركة تماماً يعني احنا مثلاً من طفولة بنسيب له موبايل عشان يبطل زينه فهو يكون متخيل جداً هو إزاي ممكن يبتزنا عاطفياً فهو بيبدأ الكونفر زين بتاعته هو الموبايل لو كان من شخصاته خجولة أو معندات ثقة بنفسها فهو عنده الكونفر المخ مرتبط ارتباط شرطي بالموبايل السرطونين وأندروفين ودوبامين بيبدأوا يتحركوا لما يمسكه موبايل أنا لما أحس أنه لما يبعد عنه زي ما الدراسة بتقول أنه قلق في حالة كده أنه مش طبيعي ليه بقى؟ هو بيأثر على مادة البيضة اللي حوالي مساره عصر بتاع المخ فالمادة البيضة دي تزيد أو تقل المفروض ما تزيدش طبعاً بس لما بتزيد بيبدأ يجي له التربات قلق أنا بتكلم في الموضوع الكبير أو عن مخ بيبدأ يجي له التربات قلق ليه التربات قلق؟ عشان السرطونين وأندروفين ودوبامين بيقلوا عشان مصدر أمانه أو لهايبو كامس الشاشة دي بالظبط بيبدأ يقل هو مش فهم ليه؟ بس هو أنا عايز الجرعة اللي هي الجرعة بالنسباله إيه؟ لو مش إدمان المادي المخدرات لا ده هو أصعب من إدمان المخدرات هو إدمان سلوكي إدمانك لعادة